التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددنا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها والطرق والمحاور التي يجري العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة كما استمع الرئيس السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائر الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به استشهد 15 فلسطينيين فجر اليوم وأصيب أخرون بعضهم بجروح خطيرة إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة وفي حي المنارة شرق خان يونس وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح استقبل 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا منذ صباح الجمعة وحتى ساعة فجر اليوم وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس مما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين غلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو عشر آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في أحد الأحياء كما اقتحمت أحد المنازل فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور ونفشرت القناصة على عدد من المباني التي دهمتها وسط اندلاع مواجهات مع السكان وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال دهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن وذلك بعدما دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتين جرافث إنه بعد ثلاثة أشهر باتت غزة مكان للموت واليأس على حد تعبيره مشيرا إلى أن سكانها يواجهون تهديدات يومية على مرأة من العالم هذا ويعاني سكان القطاع أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية وذلك في ظن نقص حد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات إلا بكمية ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن أفادت صحيفة يدعوت أحنونوت أنه تم إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخا في رشاقات صاروخية على الجليل وجنوب الجولان المحتل وأن بعضها أصاب جبل ميرون وتم اعتراض البعض الآخر وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم تنفيذ بعض عمليات إطلاق النار في مناطق في الجليل الأسفل لتدخل على قط الصراع لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدر فجرا أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة هجوم من خلال اعتراض خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأسود كما تم اعتراض وتدمير أربع سواريخ موجهة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ورياضيا وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البروتغالية فيتوريا تدريباته باستاذ مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية وذلك استعدادا لمواجهة تنتانيا وديا على أحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستضيفها كوديفوار وتنطلق في الثالث عشر من يناير الجاري وأصفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي أقيمت بمدينة أبيديجانا العاصمة الإفوارية عن تواجد دين منتخب الوطني في المجموعة الثانية في البطولة والمقرر لها الثالث عشر من يناير وحتى الحادي عشر من فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزنبيق مشاهدينا انتهى مجزء التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل